قول نلغيته ملدي جود بصالك عالعشيق يمنغيت قولنا نلغيته ملدي قول ما صارك عالعشيق يمنغيت قولنا نلغيته ملدي السلام عليكم ورحمة الله كثيرين أحبابين تمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة إن شاء الله مرحبا بكم فيديو جديد على قناة بيتي ميلي تيوبون الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد العراضة درتها لأشخاص عزازين علينا خاصة راحة ما كنتش معلومة يعني من قبل قضيت بدكش اللي موجود والحمد لله درت مجهود والنتيجة كنت راضية بها وضيافة فرحانين بها وتمنيت نشاركها معكم وكانت تمنى تعجبكم وتقبلوا عليها تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا التفاصيل وكيف كتعرفوا مني كيكونوا الضياف كيكون صعيب أنه الوحد يصور وياخد راحته ويعتلي يعني لكل حاجة وقتها وقيمتها فالمهم حاولت ناخد لكم المختصر درت الجاج في الفران بحت تبيلالي كتجيرا بزفتك شي باش بغيت نشاركها معكم فهذا الفيديو ضروري ما تجربوها إن شاء الله واحد المضاق يعني رهيب كيجي مع السل واللون ديالو كاراميليزي والمضاق رائع جدا فإن شاء الله أنا نشارك معكم نصفة درت طبق الدولمار راني سبق لي وشاركتها معكم صلاتة مشكلة درت دك من غير السوشي كنت شريتهم جاهزين باش يعني زينت بهم طبق ديالي بالنسبة لطبق الروز البيرياني والباميا هذا المرق ديالي الملوخية كنت وصيت واحد سيدة هي اللي حضرتهم لي لإن كيف قلت لكم ما كانش عندي الوقت الكافي في ندر كل شي بوحدي ما شاء الله لإن كل حاجة فيها الخدمة رد دولما بوحدها كيخصها وقت بزاف وزيد المقبلات وزيد التقديم وش حال من حاجة جاب الله رجلي تساعد أنا ويا الحمد لله كل واحد وشنودار ووصالينا في الوقت المناسب بالضبط في الوقت اللي جو فيه الضياف طريقتي في تحضير الطبق الضلمار غادي نخليها لكم في صندوق الوصف بنسبة للناس اللي باقي ما شافوش الفيديو بالنسبة للسلطة درت فيها سلطة مشكلة البصل الأخضر أفوكادو الطماطم الصغيرة الصوجة الخيار الفجل وليزونديف وبالنسبة للخلطة درت زيت زيتون شوية دي الحامض الملح والفلفل الأسود بالنسبة لمقبلات قدمتم على هالطريقة هادي ان شاء الله دبعا نشارك معاكم طريقة التحضير في الفيديو القادم بإذن الله وصوشي كيف ما قلت لكم خديت واحد شوية زينت به الطبق ديالي وبنسبة للمشروبات قدمتم على هالطريقة هادي استعملت مشروبات غازية الماء الغازي والعصير ديالتفاح اللي كيكون فيه الغاز حتى هو كيتسمى بالأرمانيا أبفل شول والفواكي قدمتهم على هالطريقة كما كتشوفوا كتجي عطية المنظر وشاهية يقدر الوحد يأكل من كل حاجة وبنسبة لخبز درت هذه النوعية هادي شريتها جاهزة صراحة لأنها ما كانش عندي الوقت لباش نعجل ولا تشي حاجة وكيف شفتو الطبيلة راكال فيها الروز كان فيها بزاة في ديال الحاجاز فكان بعض الأشخاص اللي ضروري من وجود الخبز على المائدة المهم هاد النوعية هادي خديتها ما كتكون ما كاملش الطياب كتكمل يعني الطياب ديرها في الفران وقدمتها في هاد الوريقة هادي اللي كنت شاركت معكم في المشتريات ديالي ونضجوا دابا لتحضير الوصفة ديال الدجاج بالنسبة المقادير غادي نحتاجوا الفلفل الأسود دولة البزار الملح ثوم بودرة واحد العنصر اللي غايجيكم غريب اللي هو الكيتشوب شوية ديال الهريسة الحارك يبقى على حسب الاختيار عصير الليمون الحمض عصير المندرين وشوية من هاد الخلطة ديال البومس او الفخيت او البطاطا المقلية كنشريها جاهزة كتعطي واحد النكهة وإلا ما كانش عندكم يمكن لكم تستغنوا عليها بالنسبة للجاج ترتغر هاد الكوكلي كيجوب ناني كيكونو كخوازي ما هما بلديين ما هما روميين وبالنسبة لطريقة الغسيلة راني ديجا شاركتها معكم دابا نخلي لكم الطريقة ان شاء الله في صندوق الوصف فاكندوز اول حاجة كنعصر الليمون الحامض مع المندارين ومن بعد كنقنضيف العناصر تدريجيا في ايناء كنصبو هاد العصارة اللي حصلنا عليها كنضيفو الهريسة الملح الملح كنضير شوية بزايد باش كنكسروه داك الحلوة ديال الليمون وديال كيتشوب والحمودة ديال السيدخون كنضير واحد نصب علقة صغيرة ديال الفلفل اسود توم بودرة تقريبا واحد المعلقة صغيرة مع مراش تل نصب علقة وغادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الكيتشوب وشوية ديال العطرية اللي يقول لكم ديال الليف خيت كناخد لي كوكلي ديالي كنضير فيهم واحد الفليحة تفسدر ديالهم باش يتشربوا العطرية مزيان انا فضلت ما نديرش دجاج كبير وما نكترش لانه تبارك الله فضر ما فيها اللحم والبرياني راه طيب حتى هو بالدجاج والبامياء او الملوخية حتى هي طيبة باللحم فقد يجيب الزاف والضيع ربما كيبغيهش فكنا في اللحظة الدركيف شفتو كنحاول ندخل السكين مزيان ومن بعد كننضير تقوب ببرس السكين ما كننخليش اطار غير شوية شوية باش الدجاج يتشرب مزيان العطرية ومن بعد كنخلط جميع العناصير تكنحسو باللي الملح داب ونساجمات كل العناصر وكنا نشرم الودجاج ديالنا مزيان تحت الجلد والداخل وبين العظيمات ونخليوه يعني شحل ما خليناها مدة طويلة شحل ما احسن على الاقل واحد ثلاثة تسوية والاربعة ولا ليلة كاملة مش كيتشرب دك النكهات كاملين فمن خلال التتبيل اللي شفتو معايا المداق كيجي مخلط ما بين الحموضة ديال الليمون الحامض والحلاوة ديال كيتشوب والماندارين والملح والهريسة اي الفلفل الحار فالمداق كيجي رائع ما تصورو شحل كيجي زوين ان شاء الله كيقول لكم تجربوه وتعجبكم الوصفة من بعد ما نشرملوه كنغطيوه بفيلم اليمونتر ونخليوه في الثلاجة الحين لا يستعمل من بعد غدي ندخلوه هيتشوا في الفران انا استعملت هاد الكيس الخاص بالفرن الى ما كانش عندكم يمكن لكم تديروه فلاطة عادية وتغطيوه بالبابيس الفريزي عاد ديرو البابيس اليمينيوم وتخليوهي طيب ومنه تحسو به طابق تعريو عليه باش يتحمر ويعني يخدك اللون اللي كراميليزي لاني لبقى مغطيه غدي طيب وغدي بقى اللون ديالو بيض فهنا آآ آآ درناه في الكيس وغدي نسدو الجانبين مزيان كبينا حتى دي كلاصوص باش ما يجيش ناشف آآ آآ كنحكموا يعني السدان ديالو باش ما يتفتحناش للكيس لانك يتنفخ وذك الضغط غدي يقدر يعني يخلي الكيس يتفتح حتى نتأكدو انه مسدود هانتما عقدنا البلاستيك وعدرنا ذك الاغلاقات اللي كيكونوا في الكارتونة ديال هاد البلاستيك هذا وغادي ندخلو الفران اللي شعلتو من الفقه من التحت مع الفنتيلاتور المدة يعني يعني درجة الحرارة ميتين دراجة والمدة تقريبا واحد ساعة واربع حتى ساعة ونص على حسب الحجم ديال الدجاج إلا كان كبير ولا صغير من بعد ما كي قلت لكم ما حسيت به طب تقبت ذاك الكيس بسكين وعريت عليه خليتوا يتحمر واحد جي هون بعد قلبتوا لجيها الخرار وفي نفس الوقت كيتشرب بديك لاصوس حتى كيتحمر وكي نحصلوا على هاد الشكل هادا وكان هذا هو تقديم النهائي ديال الطويلة ديال الاغضاء نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وهنا كنت باقي ما حطيت الكيسان كيف قلت لكم لكي يكونوا الضياف كي يكون صعيب باش تصور يعني اللحظات كاملة مية في المية تكون من دبوط والزيد من الكتير بضرافة والطفا مع البقى وعقل تبوت الطيبة والتميز والحيار والزيد المنعوت ما كيف تغيي تيرين غتاب عودت قلبي قام نشافك تاخدي بدته وتي سلبة داتي على العيال وهذه كانت الطبيلة ديال القوتي درت لكم لها مقتطفات قدمتها لها تشكل هذا ان شاء الله حتى نشارك معكم طريقة ديال هادا الطرطة اللي حضرت وكان هادا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى احبابين الاعجاب ديالكم وما تنسوش كما العدد دعموني باللايك ديالكم وبالتعليق لكيف رحني اكيد وإلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة او لكتشوفوا هاد الفيديو كنقلكم مرحبا بكم واحبابين نخليكم في امان الله الى فيديو قادم باذن الله تهلولي فرصكم مع السلامة اشتركوا في القناة